متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة إن شاء الله حنتكلم عن موضوع مهم جداً وياريت تركزوا معايا من بداية الفيديو فضلاً طبعاً وليس أمراً ونبتدي كده ناخد الموضوع خطوة بخطوة لأن أنا جاي أكلمكم في حاجة مهمة جداً لو خاطبت بالكم في الفترة الأخيرة أنا كنت بتكلم عن موقع هاجينجفيس وبقولك موقع هاجينجفيس.co حطيلك الرابط في الوصفة أسفل فيديو فيه كنوز وفيه حاجات مهمة جداً أنا عارفة إن الخطة المجانية اللي موجودة فيه محدودة يعني بتمكنك إن انت تعمل رن أو تجرب عدد من النمازج مرة اتنين تلاتة وتبتدي يقولك خلاص كده إنت استنفذت محاولاتك ترجع بعد ساعة تبتدي إن انت أيضاً تجرب مرة تانية الموضوع محدود شوية ولكن في كل الأحوال إنت بتجرب الموديلز بشكل مجاني جيزة حلوة جداً لكن النهاردة أنا حبيت إن أنا أشترك في الخطة المدفوعة لشان أبتدي أجرب معاكم أو أشتغل معاكم الفترة الجاية مش عايزة كل شوية إن أنا أبقى محدودة وعايزة أقوليك شوية حاجات مهمة جداً نجربها مع بعض الفترة الجاية لإن فعلاً في حاجات ممتازة جداً خاصة مع ارتفاع أسعار نماذج الذكاء الاصطناعي وأيضاً مع وجود نماذج أخرى مشابهة لها بقوتها مفتوحة المصدر موجودة على هجم الفيس مش عايزة أطول عليكم كتير النهاردة حنشوف حاجة مهمة فيها حوالي أكتر من 500 ألف AI applications وهي Spaces الموجودة في هجم الفيس كل عليك إنت هتخش على الرابط الموجود في الوصف أسفل الفيديو وحتلاقي هنا حاجة اسمها Spaces ودي اللي إحنا دخلنا عليها The AI App Directory والميزة هنا إن أنت ممكن تبحث وأيضاً هتلاقي Image Generation لوحده Category لوحده Video Generation Category لوحده Text Generation فئة لوحدها Language Translation فئة لوحدها Speech Translations أو عملية توليد الصوت لوحده 3D Modeling لوحده Image Editing لوحده هفتارد مثلاً إن أنا رايحة على Image Generation حلاقي كل ما هو متعلق بال Image Generation Flux Dev Flux Point One Shnell Midjourney طبعاً مش Midjourney بتاعنا Stable Division 3.5 Large وفيه كمان النهاردة عايز أجرب معاكم في Stable Division 3.8B هنجربه مع بعض النهاردة هنجرب كم حاجة كده مع بعض دلوقتي في حاجة حابة أنا أتكلم فيها الناس اللي عايزة تجرب نمازج تقيلة شوية محتاجة GPU مواصفاته عالية أنتو عارفين أنا مش من ناس اللي بنصح بإن إحنا ننزل النمازج عندنا على الجهد أولاً لأن فيه نمازج كتير بتتطلب من الجي بيو والسي بيو لكل مواصفات معينة Hugging Space بيتحلك إن أنت لما أنا مش بعمل دعاية برضو بطبالك من النقطة ضيئة أنا بعرفك الموضوع ماشي إزاي عشان تبقى أنت عارف Hugging Face فيه اللي هو الخطة المدفوعة وفيه الخطة المدفوعة أنت بتشترك الخطة المدفوعة بتبقى بتستخدم الباسيك هاردوير بتاعهم اللي هو فور فري لكن فيه بعض الهاردوير القوية في سي بيو والجي بيو القوية اللي أنت لما بتعمل لها آد في سيتنج بيبتدي حسبك فوق تكلفة الشهر فاخد ذلك من الحتة دي الحتة دي ميزة وعيب العيب إن أنا ببقى دفع مثلا سي اشتراك تسعة دولار مثلا في الشهر أنا ببقى خلاص بقى عايزة أستفيد بكل المساطر فبالتالي أنا بلاقي نفسي إن فيه بعض النمازج بتطلب جي بيو يعني عايزة يشتغل أسرع يشتغل بكفاء أعلى فعايزة أضيف جي بيو قاوي مثلا زي نبيديا مثلا نفطرد ايمية وهبصة ألاقي إن هو في الساعة تكلفته عالية أما بالنسبة بقى للميزة الناس اللي بتجرب نمازج الذكاء الاصطناعي وبتقيم وبتشوف وبتعمل تطوير عليها الناس المطورين بشكل عام بيفدهم قوي الموضوع ده لأن هما بيقدروا يختاروا الهاردوير اللي هما عايزينه على حسب النموذج اللي هما عايزين يجربوه أو يشغلوه أو يطوروا عليه فهي هتكون مفيدة جداً للديفولبرز تعالى إحنا نشتغل النهاردة بالبيزيك هاردوير المتاح لنا ونجرب شوية اي اي ابيكيشنز من الموجودة داخل سبيسز وإن شاء الله بإذن الفترة الجاية نركز على اي ابيكيشن هنلاقيه مفيد بإذن الله تعالى أول حاجة هبتدي أجربها معاكم النهاردة ممكن أبتدي أدور في السرش ستيبل ديفيوجن أول ما حكت بستيبل ديفيوجن حيبانا عندي كل النمازج هنا لو خدت بالك هتلاقي running in on cpu upgrade يبقى معنى ده إن هذا النموذج بيشتغل على cpu مش البيزيك cpu لأ لازم تعمل يعني upgrade إن انتو تضيف حاجة غير البيزيك هاردوير ستيبل ديفيوجن 3 هنا running on zero ده اللي أنا عايز أجربه معاكم النهاردة مش محتاجة إن أنا أروح في setting أضيف أي حاجة الناس اللي هتقول لي طب إحنا نضيف منين ال gpu أو ال cpu هنا بتبتدي تروح لي الحساب بتاعك الايكون بتاعتك طبعا بعد ما تسجل وتبتدي إن انت تنزل على setting ومن setting بتنزل تحت هنا على حاجة اسمها local apps on the hardware علشان تروح في ال gpu مثلا تضيف ال gpu بتاعتك ولتكن مثلا نيفيديا ونفيديا انهو موضل طبعا ايمية ده موضل قوي جدا مثلا اوكي هنا حبتدي إن انا مش هسلكتا حاجة هنا حبتدي اروح لي ال cpu أيضا هتروح intel او amd وهنا ابل سيليكم ماناش دعوا بدي خلينا في الاتنين دول هنا انت لما بتكون عايزة تشتغل على نمازج قوية ففي الحالة دي بتختار او بتروح تجرب نموذج لازم تعمل upgrade لل gpu او cpu وتختار هاردوير قوي يبقى في الحالة دي انت هتبتدي تختار مثلا من دول دي بس حتة مهمة كنت حابة ان انا انوه عنها لان هي مهمة من وجهة نظري اللي حابب انه هو يجرب نمازج بتستخدم upgrade cpu و جي بيو هنقل عم مرة تانية ل stable division 3.5 large 8b ونبتدي ان احنا نجربه هروح اجيب البرومت من على شات جي بي تي هاخدو copy خدو copy وحبتدي اروح ادخل الامر بتاعي وفي هنا ال advanced setting في ال advanced setting ممكن احدد الطول والعرض الخاص بالصورة والguidance scale يعني يكون مقارب جدا للامر او بعيد عن الامر انا حسيبه زي ما هو four point five default وهنا number of interface steps حسيبها برضو اه اربعين وحبتدي اقوله run وتعالى نشوف النتيجة طبعا زي ما احنا شايفين هو بسرعة بينفز لان انا طبعا على ال pro plan هو ممكن ياخد منك وقت شوية ولكن في الاخر خالص حتى في المجاني حيطلع لك النتيجة وزي بقلت لك هو بس حيديك يعني عدد معين من المرات بعدين يرجع يقول لك يعني خلاص انت كده خلصت الكوتى بتاعتك دلوقتي ترجع بعد ساعة تشغلوا تاني حيشتغل معاك بعدد محدد وهكذا بصوا الصورة اللي تم انتاجها بستيبل دو فيوجين three point five large قلت لانا عايزة فانتازي لاند بشوارع فيها flowers نتيجة رائعة جدا زي ما انتم شايفين ممتازة بتروح هنا تعمل download ولو عملت كده حيفتح حيلك في فول سكرين هرجع مرة تانية ادوس اسكيب وارجع وهنا حطيت ان انا احملها وطبعا مفيش اي ووتر مارك ولا اي حاجة تعالوا نجرب نموذج تاني من النمازج running on zero ما بتحتاجش غير البيزيك هاردوير بتاحهم يلا بينا تعال نجرب ال three d modeling هجرب حاجة تكون running on zero trellis هنا بيحاول ال image to three d assets هنا هبتدي ان انا ارفع الصورة صورة زي كده وهنا هنزل اشوف ال generation settings ال seed مش هحط فيها حاجة هسيب كل حاجة default بتاحها زي ما هو وابتدي اعمل generate ونشوف النتيجة خلصت هنا اعملي three d assets هنا بال texture وهنا واخد بس شكل ال shape زي ما احنا شايفين هنا هقوله extract glb هنا بعد ما شفت ال preview قلت له extract glb هنا عشان ادي three d model بتاعي اهو هبتدي ان انا ادونلود جي ال بي ونزل ال three d model هنرجع لل spaces مرة تانية ونشوف بقى حاجة تانية video generation نبص كده في الفيديو generation عندنا ايه عندنا stable video division وهنا بتبتدي ترفع رفعت الصورة بتاعتي وديه advanced options لو في فيديو تاني مشابه عايز تعمله بتحط ال state بتاعه زي بالضبط موضوع الصورة وبعد كده هبتدي ان انا اقول له generate هنا انا شايفة ان ما فيش prompt ممكن نحطه بنعمل generate على طول بيديني الفيديو وهنا ممكن ترفع ممكن drag and drop اه اه اخدوا copy و paste او من الويب كام في كزا طريقة لرفع الصورة هنا تم توليد الفيديو تعالوا نبصه على الفيديو الاربع ثواني معقول مش وحش جيد لحد ما تعالوا نشوف حاجة تانية على spaces ده بقى له تسع ايام fingrain image enhancer الصورة اللي انتكتها في الاول حرفحة وابتدي اعمل لها enhance حدوس على enhance images حسيب ال advanced options setting زي ما هو ايدي النتيجة هنا قبل وهنا بعد اكيد ملاحظين الفرق بعد افضل هبتدي اعمل لها download ده بالنسبة ل spaces ان شاء الله الفترة الجاية هنركز عليه وهنركز على الحاجات اللي انا فعلا لو لقيتها مهمة و promising و مفيدة والنتاج بتاعتها كويسة او اتحقق النتاج كويسة ان شاء الله اطلع اكلمكم عنه اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد زي وقالك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولم كنتم متابعين الاعزاء ساشل لايك والشير والكممنت دمتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة